ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوات الصناعية السلسة السنوات قسم التركيبات والمعدات الكهربية مرحبا بكم في قناة التعليم الفني في إحدى حلقات مادة الألات الكهربية والوقاية أبنائنا وبناتنا في هذه المادة شرحنا تقريبا نص المنهج من المؤلدات التواثقية من أول الباب لآخره وكنا في الحلقة السابقة وقفنا عند المحرك التوافقي وشرحنا أجزاء منه جدا كان في بعض الأسئلة لأبنائنا وبناتنا على المحرك التوافقي إنه هو بيستخدم في إيه وليه مميزاته وإيه عيوبه لأنه بيحتاج لآلة مديرة وقلنا هذا الكلام في الردود على أسئلة حضاركه في قناة التعليم الفني على اليوتيوب أو في الأسئلة اللي جات لنا على القناة طيب أبنائنا وبناتنا قبل ما نبدأ في المحركات الاستنتاجية الثلاثية الأوجو برضو للتذكرة مع حضاركه حنبتدي نقول استعمالات المحرك التوافقي قبل ما نقول استعمالاته هنعمل كده فلاش باك ونشوف الدنيا بالنسبة لنا كانت إيه فيه نقولنا المحرك التوافقي سمي بهذا الاسم ليه علل سمي المحرك التوافقي بهذا الاسم أو يحتاج المحرك التوافقي إلى وسيلة لبيت حركته قلنا سمي بهذا الاسم لأن سرعة المجال الدائر بتساوي سرعة العضو الدائر اللي ما فيه ماش قوي إن شاء الله حنبدأ مع المحركات الاستنتاجية بعد ما نقول استعمالاته ومميزات المحرك التوافقي حيبين الفرق ما بين المحركين كويس أو كمان قلنا إن المحرك التوافقي يحتاج لوسيلة لبيت حركته وإحنا شرحنا نظرية العمل هنا قلنا كمان إن الطرق بدء حركة المحرك التوافقي طريقتين يئما عن طريق استخدام ملفات الإخماد أو أسياق الإخماد ليبدء الحركة كمحرك استنتاجي ثم توافقي من إحدى المميزات المحرك التوافقي إن احنا قلنا إنه هو يسمى فعلا رب عليك بالمكسف المتدامن تعالوا نشوف مع بعض الأسئلة اللي حضركوا سألتوها على قناتنا قناة التعليم الفني من التلفزيون المصري أولا كانت استعمالات المحرك التوافقي بداية استعمالات المحرك التوافقي أول إجابة معنا يستخدم في الأحمال التي تتطلب قدرات كهربية كبيرة رقم اتنين ودي تاخد بالك منها كويس قوي إنه هو يستخدم فيه الآلات التي تحتاج إلى سرعات ثابتة تعتبر ميزة وفي نفس الوقت من إحدى عيوبه يبقى هنا يستخدم محرك التوافقي في الآلات التي تحتاج إلى سرعات ثابتة يبقى هنا يستخدم فيه الأحمال لتطلب قدرات كهربية كبيرة رقم اتنين فيه الجاية بعد كده اخد بالك من الكلمة يستخدم في تشغيل الآلات التي تحتاج إلى سرعة ثابتة مثل مراوح التهوية الضخمة في التكييف المركزي وقلنا الدليل على ذلك في الحلقة السابقة التلفزيون المصري اللي احنا بنزيع منه إن دايما التكييف يكون بدرجة واحدة على جميع المباني والحجرات اللي فيه فمحتاج سرعة ثابتة على اعتبار إن الدرجة تكون واحدة في كل المبنى في مبنى ماس بيرو التهوية الضخمة في التكييفات التكييف المركزي والضواغط والمضخات ومولدات الطيار المستمر هتقول لي مولدات الطيار المستمر لثبات سرعتها ودي احنا درسناه في العام السابق يستخدم ودي احدى المميزات اللي قلنا عليها لازم نخبرنا منها كويس أوي يستخدم لتحسين معامل القدرة مما يسبب في تقليل المفاقيد في القدرة الكعربية الكلمة دي احنا قلناها إنه هو كمحسن لمعامل القدرة بيعمل عمل المكثف على الشبكة وقلنا دي ميزة كبيرة جدا في المحرك التوافق لأنه بيعمل عمل مكثف يعني ايه قال لي الطيار يتقدم عن الجوة دي بزاوية كام؟ 90 يعني معامل قدرة أكبر من الواحد الصحية طب بيتم ازاي؟ والسأل ده قلناه في الحلقة السابقة وبرضو جد فيه بعض الأسئلة مدور المحرك التوافقي على الشبكة بدون حملة بدون حملة وابتدي اعمله عملية التوافق مع الشبكة هيبتدي بعد كده اغزي ملفات الاقطاب بطيار مستمر طب الطيار المستمر تمام تردده بيساوي صفر وبالتالي لما زود قيمة الطيار المستمر مجاله ثابت القيمة والاتجاه وبالتالي هيبتدي يحسن معامل القدرة لمجال العضو الثابت تم مجال العضو الثابت جاي منين؟ من الشبكة الرئيسية وبالتالي يحسن القدرة على الشبكة الرئيسية فمن أهم استخداماته كهربياً هو تحسين معامل القدرة إن شاء الله رب نكرمكم جميعاً في المعاهد والكليات إن شاء الله اللي هتخشوها أو هتخشوها بعد النجاح بإذن الله بالتوفيق دايماً بيكون فيه أبحاث في هذا الكلام بيجسموه في بعض الكتب المكثف المتزامن إن هو مكثف متزامن وفعلاً بيعمل عمل المكثف في الدائرة دي من كانت إحدى استخدامات المحرك التوافقي طيب لو قلنا مميزاته احنا قلنا في بداية الحالة مميزاته فيه منها ميزة ومنها عيب اللي هو ها؟ يعمل في الآلات التي تحتاج إلى سرعة ثابتة ودي معنى ذلك في الآيب بتاعه إنه لا يعمل على المحركات اللي تطلب سرعات متغيرة أولاً تاني المحرك التوافقي يعمل على الآلات التي تحتاج إلى سرعة ثابتة 3000 ب3000 1500 يعني 1500 طيب لو أنا محتاجه في أماكن السرعة بتزيد وبتقل لا ما يشتغلش فتعتبر ميزة وفي نفس الوقت تعتبر ايه؟ تعالوا نشوف شاشتنا الجميلة بتقول ايه؟ ماذايا المحرك التوافقي يعمل عند معامل قدرة متقدم يعمل بكفاءة عالية عدم تأثره بذبذبات الجهد بص الاخرانية بتقول ايه؟ يدور بسرعة ثابتة طيب لو قلنا عيوب المحرك التوافقي حد يسمعها لكده برضى عليك اهي اول حاجة بيحتاج الى طيارين الطيار المتردد لملفات العضو الثابت والطيار المستمر لملفات ايه؟ الاقطاب تمام سرعته ثابتة مهما تغير الاحمال انا لسه بنقولنا نستخدمه كميزة ونستخدمه كايه؟ كايه رقم اثنى تلاتة يتوقف عن الدوران كليتا في حالة الاحمال الكبيرة معناهين انا على سبيل المثال مش اغل المحرك التوافقي على حملة معين بزود الحمل هنا سرعته ما بتقلش بزود الحمل سرعته ما بتقلش بزود الحمل يقف من راحت ما اشتغلش تب الكلام ده معناه ايه؟ معناه في بعض المحركات وعلى سبيل المثالة وده احنا نشرح ان شاء الله النهاردة في الحلقة المحرك الاسنتاجي مطور الغسالة انا بتكلم على الحال عامة مطور الغسالة او مطور التلاجة لما بيزيد عليه الحمل تلاقي سرعته او صوته ابتدى يعلق المحرك التوافقي لا المحرك التوافقي لا حملت بيفضل شغال حملت الغاة ما حمله معين يعف ايوه بناتنا وبناتنا عزم الانقلاب عزم الانقلاب والعزم المضاد الذي عنده يتوقف المحرك تماما عن الحرك وعزم الانقلاب موجود فين؟ في المحرك التوافقي لا برفع عليكم من الحلقة اللي فاتت مكمنين معنا احد عيوبه التانية انه هو بيحتاج لآلة مديرة وحنا قلنا هو تماما زي المولد المولد باخد منه كوادفع كرابية لكن المحرك باخد منه حركة ايه؟ سابت كلمة مولد تعافقي محرك تعافقي لابنانا ان شاء الله بالتوفيق في المعادة وكليات بيبقى فيها اسئلة متقربة كبيرة جدا لابد ان احنا نميز من كلمة مولد وكلمة محرك واخدنا الكلام ده في حلقاتنا هنا في تلفزيون المصري في اول الحلقات قلنا ان الاساس في تشغيل سواء المولد او المحرك قانون رب عليكم قانون فرضاي سواء للمولد او المحرك تعالوا شو بعد كده لو انا عايز اعكس الحركة في التدريبات العملية في الورش ويمكن حاليا دلوقتي زملانا الافضل في المدارس بيدرسهم اي مطور بيدور يمين انت عايز تخليه دور شمال بتعمل ايه بتقول لي ببدل طرفين واسيب الطرف الثالث طيب ما انت بتعمل ايه يعني فهمني انت راجل محترف هنا بيتم عكس اتجاه المجال الدائر في ملفات العضو الثابت وبرضه هندرسهم النهاردة في المحرك الاستنتاجي طيب المحرك التوافقي بيدور اول ما توصله كعربة لا طبعا حضرتك لسه ايل من احدى عيوب انه بيحتاج ايوا بربو عليك ويحتاج لالة مديرة طيب ما بسيط اعكس اتجاه مين الالة المديرة يبقى انا بيعكس اتجاه دوراني الالة المديرة بيتعكس الحركة في المحرك التوافقي طيب ما تيجي نكتب الكلام ده نشوف شاشتنا مطلعة الكلام ده ازاي اشرح كيف يمكن عكس حركة المحرك التوافقي بصوا رقم واحد طلع لك ايه في حالة استخدام محرك استنتاجي خارجي اللي بيدي حركته اه ايه اللي يحصل اللي هنا هو يتم عكس اتجاه الالة الايه المديرة تمام اما في حالة استخدامه كمحرك بيدي الحركة كاستنتاجي بناكس طرفي دي كانت بداية او نقول اجابة على الاسئلة اللي ابنانا وبناتنا كانوا بيسألوا فيها النهاردة هنبدأ مع بعض نقول تلتين الملهج او تلت الملهج اللي فاطل نبدأ بايه بالمحركات الاستنتاجية الثلاثية الاوجه او الحثية تسمى المحركات الاستنتاجية الحثية او التأثيرية او الاستنتاجية التلت الفاظ واحدة طب حضرتك ليه بتأكد على الكلام ده حضراتكم ان شاء الله كلها شهرين ثلاثة وبالتوفيه لكم جميعا هتبتلي تعمل روبورتات يعني بحث في الكلية او المعهد اللي انت داخله فلازم تاخد بالك من الالفاظ والكلمات اللي ممكن تكون متقربة وانت ما انتش عارف المحركات الاستنتاجية او التأثيرية او الحثية التلاتة حاجة واحدة يبقى هنا المحركات الاستنتاجية او الحثية او التأثيرية الثلاثية الاوجسري فيز التلاتة لفظ واحد ليه؟ بتيجي ببعض الكتب تلاقي المحرك لاستنتاج التأثيري بعض الكتب المحرك لاستنتاج الثلاثية الاوجس لا هي كلها واحدة نبنوضح هذا الكلام على اعتبار ان شاء الله لما تيجي تكمل معد او كلية تفتكر هذا الكلام انك درسته في دبلوم التركيبات والمعدات الكاربين هنبتدي بقى نتكلم مع بعض كأننا قادي مع بعض كده المحركات الاستنتاجية هي الاكثر شيوعا في الحياة العملية حضرتك وحضرتها وكلنا بنستخدم هذه المحركات وبنشوفها على الطبيعة في المنازل في الورش في العمل في اي مكان دي مواتير الميا اه بس مواتير الميا في منها وجه واحد وفي منها سلاسية الاوجب في مطور الغسلة اه مطور الغسلة في منها وجه واحد وفي غسلات ثلاثة اوجب فانت حضرتك لامس هذا المحرك بايدك ثانيا زملائنا الافاضل في المدارس حاليا شغالين على الطرق ايواة ابنانا صاحب طرق لف المحرك يعني معنى ذلك ان انت لامس المحرك بايدك ايش حاولي الكلام ده ان انت لامسه مش هنشرحه لأ هنشرحه بس بالتتابع مع حضرككم ان في حاجات المفروض ما نشرحها انتوا قادر بيها انتوا قادر بيها مني لان انتوا خلاص شايفين المطور قدام منكم وحتبتدي تقولولي التركيب وحتقولي اكثر شيوعا ليه في الحياة العملية نقوله مع بعض المحركات الاسنتاجية الثلاثية الاول اكثر استخداما في الحياة العملية طب بالكلام عامة حاجة منتشرة في السوق قوي وشغالة كويس جدا كلام عام حتقولي ايه رخيص السمن صح صيامته سهلة صح جودته عالية صح زود بقى فنيا كهربيا بتاعتك ايه حتقولي معامل القدرة متقدم يبقى هنا لما يقولي ما هي مميزات استخدام المحركات الاسنتاجية او لماذا يكون المحرك الاسنتاجي الاكثر شيوعا في الحياة العملية افتكر الكلام نحنا قلنا عام حاجة مستخدمة في السوق كتير قوي يبقى ليه حتقولي رخيص السمن رقم اتنين قطع الغيار بتاعته موجودة بسيانة سهلة رقم تلاتة الجودة عالية رقم اربعة هنا هنسألك الفنيا بتاعك ايه معامل القدرة متقدم واحنا لسه بخلصين المحرك التوافقي ان معامل القدرة مهمة بالنسبة لنا ولا لا صح؟ طيب حد بيكتب معانا تعالوا نشوفوا المحركات الاسنتاجية بتقول ايه معانا كده على شاشتنا اشهر انواع المحركات استخداما في عديد من التطبيقات وهي تتكون من عضو ساكن وعضو دوار بينغمة ثغرة هوائية ليه الكلام ده احنا قلناه تعالوا نشوف مع بعض كده هنقول ايه ما سبب تسمية المحرك الاسنتاجي بهذا الاسم السؤال ده حضراتكم جاوبوا عليه بس هجاوبوا عشان الاسئلة تبتلي تشتغل معي المحرك التوافقي انا لسه مكلم وكملناش خمس دقائق سمي محرك توافقي ليه لانه سرعة المجال الدائر بتسوي سرعة العضو الدائر صح انت صح كلمة استنتاجية ان يستنتج الحركة من تلقاء نفسه تمام لا يحتاج الوسيلة لبدء حركته يبقى عرف او علل سمي المحرك الاستنتاجي بهذا الاسم لانه يستنتج الحركة من تلقاء نفسه ولا يحتاج الوسيلة لبدء حركته الاجابة سهلة طب الاجابة سهلة منين من العنوان ابنانا وبناتنا الفطنة بتاعتنا ابنانا المصريين الاستنتاجي يستنتج الحركة من تلقاء نفسه ولا يحتاج لوسيلة لبدء حركته دي اجابة السؤال اللي زملائنا طلقه على الشاشة طب لو انا عايز بعد كده هقول تركيب المحرك الاستنتاجي تركيب المحرك الاستنتاجي اللي احنا نتكلم عليه عبارة عن عضو ثابت وعضو دائر العضو الثابت من المشاهدة لحضرتك في الحالة العملية تقولها ايه؟ هتقولي الهيكل الخارجي ثم رقائق العضو الثابت ثم ملفات العضو الثابت صح؟ العضو الثابت هنا بقى اللي هنختلف فيه عضو دائر من نوعين عضو دائر قفى السنجاب وعضو دائر ملفوغ تب نرجع لحضرتك كنت بتشاول كده العضو الثابت يشتمل على الهيكل يصنع من؟ بربعليك مادة غير ماناتسية الدليل هتقولي حضرتك المطرو وشغال بحطي ايدي عليه؟ ما بكهربش لو مادة غير ماناتسية لقدر الله يبقى العضو الثابت يشتمل واحد على الهيكل الهيكل يصنع من مادة غير ماناتسية مثل الصلب الملحوم كلمة ملحوم يعني منزوع منه قابليته للماناتس الصلب الملحوم او الالمونيوم او الانتيمون ووظفته حاولها كده الجاكت ووظفته ايه بالنسبة لك؟ هتقولي حماية الالة من الصدمات الخارجية احنا خدناها بكده ربعليك يبقى الهيكل الخارجي يصنع من الصلب الملحوم او الالمونيوم او الانتيمون ما بيبقى صين مادة غير ماناتسية وظفته حماية الالة من الصدمات الخارجية رقم اتنين حمل رقائق وملفات العضو الثابت ده الهيكل طب رقائق العضو الثابت يعني كلكم عايزين تجاوبوا ماشي هاولها كده وانتو برضو راجعوا معي رقائق العضو الثابت عبارة عنه رقائق من الصلب السيليكوني المجمعة والمعزولة عن بعضها حاولي السؤال والله في النص رقائق من الصلب السيليكوني المجمعة والمعزولة عن بعضها على هيئة دوائر مشكوك بسطحات داخلي مجاري طولية توضع بها ملفات العضو الثابت السؤال اللي حضراتكم بترفعه ديكو عليه اشمعنا او علل الصلب السيليكوني هتقول لي لتفادي الطيارات الاعصرية والمفاقيد الحديدية في القلب الحديدي صح طب رقم تلاتة الملفات الملفات تصنع من سلك النحاس الاحمر المعذول ويفضل ان توصل نجمة هتيعرف تمام خدناها في المولدات يفضل ان توصل نجمة قلنا لتقليل كمية المادة العزلة والسلك ليه ليه يا بش مهندس هتقول هنا لان جهد الخط بيساوي جزر تلاتة جهد الوك طب ازود لك حاجة للمحارك الاستنتاجي بيعمل على تقليل بدء طيار بدء الايه الحركة العضو الدائر مش هينفع اشرحوه لك كده لانك هتعمل مقارنة وحتجاوب معي فيه بس قبل منزل او اشوف العضو الدوار تعالوا نشوف كده تركيب المحارك الاستنتاجي على شاشتنا هنا هيطلع ايه بص الصورة طالعة ازاي حضراتكو في الورش كلها شايفين هذا المطور بالشكل ده طبعا اللي فوق دي الروزيتا اللي فوق دي الروزيتا ودي الزعانب اللي احنا ببعد كده نستخدمه كمواسير تبريد ودي عمود الادارة ودي قواعد التسبيت للمحرك سواء على التازجة او في اي مكان ودي الغطائين الجانبيين ادي الغطى منين او غطى منين ده شكل المحرك الاستنتاجي من الخارج من الخارج لو شفنا صورة تانية ايه رأيكم بقى اشرح بقى المحرك الاستنتاجي وتركيبه من اوله الاخره على الرسمة العضو الثابت عبارة عن هيكل صح من بره رقم اتنين رقائق العضو الثابت انا عامنين قطاع رقائق العضو الثابت من جواه في هنا ايه ملفات العضو الثابت صح مش كده ولا ايه يبقى الهيكل ثم الرقائق وجواه هنا مين الملفات ده مين العضو الدائر العضو الدائر وكمان هنا فيه الطرف بتاعتك اللي انت بتشتغل عليها سواء بيسير او كلام مني طب ايه رأيكم في العضو الثابت ككلام نقدر نكتبه في ورقة الامتحان الهيكل الخارجي الرقائق الحديدية والملفات محتاجين نشرحها ولا حضرككم خدناها مع بعض خدناها تعالوا نشوفنا مع بعض بقى الهيكل الخارجي عبارة عن ايه خدت بالك الهيكل الخارجي عبارة عن ايه طيب اهي رقائق العضو الثابت والملفات طبعا بتوضع في هذه المجاري تعالوا نشوف مع بعض هنا كده اوضح بتايعلي كده كاني قاعد فيه الورشة والمطور قدام مني وابتدي الف المطور مع زملائنا الافاضل مدرسي التدريبات العملية قادي الهيكل من برة وقادي ملفات العضو الثابت متسقطة هنا فين في المجاري طبعا العزل واشريط القط وقادي الاطراف بتاعته موجودة ايه اللي جنبه ده ده العضو الدائر احنا عارفين المبينة صح بس هنا لونه عين قفى السنجاب وعضو الدائر ملفوف حنشرحه بالتفصيل نبنون العضو الثابت عشان يبقى باين قدام منك الشكل بتاعه بالزبط ودي اشكال المواتير اللي احنا حضرتك بنشتغل بها في الورش وبرضو عندنا في المنازل تعالوا شوف مع بعض كده قد بقى لك بقاش الرسم التوضيح عامل ازاي الرسم التوضيح عامل ازاي ادي حلقة التعليق يعني ايه حلقة التعليق من الساعات المطور بيبقى متعلق في مكان عالي زي مطور المية متعلق مثلا لكل شقة متعلق جنب منها بيبقى له حلقة التعليق غير الاعداء اللي هو بيتربط منها زي الهيكل ده ده الهيكل ودي محور الدوران ودي رقائق العضو الثابت ودي هنا الروزيتة اللي احنا شفناها في اول الصور ودي هنا العضو الداير عبارة عن قفص سنجاب كده العضو الثابت حضراتكم شايفينه على الطبيعة وعلى شاشتنا قناة التعليم الفاني من التلفزيون المصري حنبتدي ناخد حاجة تانية الا وهو العضو الداير العضو الداير ابنان وبناتنا بينقسم المعين عضو داير قفص سنجاب وعضو داير ملفوف عشان اقول العضو الداير قفص سنجاب هقوله وبعدين نقول العضو الداير ملفوف ولحظوا وانا بشرحه كده قبل ما نشوفه على الشاشة الفرق ما بين الاتنين العضو الداير قفص سنجاب ركزوا عشان هقول سؤال دلوقتي كده للتنشيط مع بعض العضو الداير قفص سنجاب عبارة عن اين رقائق من الصلب السيليكوني المجمعة والمعذولة عن بعضها على هيئة دواير مشقوق بسطحها الخارجي الداخلي بالعضو السال مجاري طولية مائلة هتلاقي المبينة وانت مسكها كده تلاقي المبينة جاية بكيرب كده بزاوية مائلة ما سألتش نفسك ليه هقولك الاجابة دلوقتي يبقى عبارة عن ايه رقائق الصلب السيليكوني المجمعة والمعذولة على هيئة دواير مشقوق بسطحها الخارجي مجاري طولية مائلة حاولها أعلل وبعد ما أخل توضع بها أسياخ من الألمونيوم أو النحاس وتقصر هذه الأسياخ على نفسها بحلقتين قصر من نفس مادة الأسياخ خذت بالك من الكلمة دي من نفس مادة الأسياخ ليه حضرتك عملت الأسياخ من الألمونيوم لازم القصر بتاعي بقى من الألمونيوم عملتها من النحاس القصر بتاعي من النحاس طيب ما ينفعش وده السؤال اللي بنتسيله في المدارس ما ينفعش بعندي ألمونيوم ويجيب له حلقتين من قصر من النحاس خطأ خطأ يا أسد زيتنا يا أبنائنا يا بناتنا يا بتوك كاربا المعامل الحراري لكل معدن مختلف عن الآخر مش فاهم حضرتك الألمونيوم ممكن يفك من النحاس لو سخن أزيد من اللازم لأن تحمل الحرارة للألمونيوم ممكن يكون أكبر من النحاس أو النحاس أكبر منه ولذلك تلاقيه حتى في الحالة عملية الباب بتاعك لما تيجي تقفله تلاقيه هنا المصمار من الحديد أو من الصلب الباب منين من الصلب أو الصاج لازم اللي اتنين يكونوا معامل حراري واحد لأن واحد لو سخن قبل التاني هيفك منه طب ده ينفع في المواتير أو ينفع في المولدات لا يبقى السياق من الألمونيوم أو النحاس وحلقتين القصر من نفس مادة الأسياق ليه؟ أولا المقاومة بالنسبة لنا بقى كاحترافية في الكاربة المقاومة الحراري المعامل المعامل للتمادد الحراري رقم اتنين مقاومة المادة للتأثير المناطيسي والمجال المناطيسي الهروب حيبقى فيها كلام تاني يبقى ألمونيوم يبقى حلقتين القصر من الألمونيوم من النحاس يبقى حلقتين القصر من النحاس فيه سؤال حاضر فاكرا ليه تصنع مجاري العضو الدائر مائلة أولا لتقليل الهروب المناطيسي الكبير ما انت حضرتك قلت قانون فرضايا زاوية تسعين لو ميلت الزاوية بتاعة العضو الدائر بسنة صغيرة هتستفيد من المجال المناطيسي اللي كان بيهرب يبقى تعوض الزاوية في ميل القضيب الألمونيوم أو النحاس رقم اتنين الحصول على نفس عزم البدء للمحارف يبقى هنا مائلة هنقول ايه تاني الاستفادة الكبرى من المجال المناطيسي رقم اتنين الحصول على نفس عزم البدء للمحارف ده بالنسبة للقفة السنجاب اقول لكم معلومة القفة السنجاب كده ارخص واللي اغلى اخد بالك من الكلمة دي لما اجيه اشرح العضو الدائر الملفوف العضو الدائر الملفوف نفس العضو الدائر قفة السنجاب بالظبط ولكن ولكن بدل الاسياغ هحط ملفات نحاسية كده سعره بربا عليه غلي والملفات النحاسية لها اطراف يبقى الاطراف هتلحم بحلقات الانزلاق والفراش الكربونية مين الاغلى بربا عليه العضو الدائر الملفوف انت كده ممكن تبتدي معايا المقارنة بس قبل ما نبتدي المقارنة تعالوا نشوف قناتنا هنا شاشتنا في التلفزيون المصري بطلع لنا الشكل بتاع كل واحد ازاي ادي القفة السنجاب ادي القفة السنجاب ملاحظ كده في هنا ميل في الزاوية للمجرى في العضو الدائر قفة السنجاب عبارة عن شريح من الصلب السيليكوني المجمع والمعزولة عن بعضها على هيئة الدوائر خد بالك من هنا اسياخ من الالمونيوم حلقتين قصر منين من الالمونيوم لاحظت كده اللي هم بيبقوا على عمود الدورة لكن دي مروحة التبريد حاولك عليها بعدين لاحظ كده اللي هي الفضي دي مع الاسياخ من الفضي خدت بالك ان الزاوية مش عمودية زاوية تسعين وإحنا قلنا علل تصنع مجاري العضو الدائر مائلة وقلنا الاجابة بتاعت تب دا القفص سنجاب العضو الدائر ملفوف هبص القفص سنجاب تاني بص زملائنا عملها لك ازاي بين اوي هنا مقفولة ازاي وبين اوي هنا حلقات القصر من الالمونيوم بالنسبة لي او هنا من النحاس دا القفص سنجاب طيب تعالوا نشوفنا بعض هنا العضو الدائر الملفوف لاحصوا هنا ابنانا وبناتنا في هنا ايه دي ملفات والملفات رايحة مع مين الفرش الكربونية وحلقات الانزلاق يبقى مين الاغلى ومين اللي السيانة معقدة هتقول لي الملفوف هقول لك بدأت في المقارنة بدأت في المقارنة ودي من المقارنة المهمة جدا في منهجنا ابنانا وبناتنا تعالوا نشوف مع بعض المقارنة هتقول ايه بص هنا الرسمة كمان العضو الدائر الملفوف خدت بالك هنا متوصلة ازاي مع حلقات الانزلاق ثم مقاومات بدأت الحركة ابنانا وبناتنا الملفوف عزم البدء بتاعه جديد طب اقولها ازاي دي هقول لي حضرتك بص على الاسنسير المصاعد في الامارات او في التلفزيون هتلاحظ عزم البدء وانت طالب الاسنسير بيبقى جديد قوي كل ما زاد عليه الحمل السرعة تبتدي تقل ودي ميزة في المحرك الاستنتاجي الثلاثي الاوجو زل عضو الدائر الملفوف او زل حلقات الانزلاق الاتنين في المسمى واحد تاني يمتاز المحركات الاستنتاجية الثلاثي الاوجو زل عضو الدائر الملفوف ما بيقصين زل حلقات الانزلاق بعزم بدء جديد طب قربها لنا يا مستر اقول لك الاسنسير اللي هي المصاعد بص كده وانت طالع اول ما تطلع بتاعته جديد عزم بيت جديد تمام طب لو الاسنسير طالع فاضي تلاقي سرعيته عالية طب لما تبتلي الناس تركب فيه بتلاقي سرعيته بتاعت تقل تحرك عايز توصل ليه اقول لك ده غير بربو عليكم بربو عليكم شبابنا هنا ده غير المحرك التوافقي سرعيته اصبر علي احنا جابنا المحرك التوافقي الاستنتاجي مع بعض عشان تميز صح الاسنسير وطالع سرعيته عمالة تقل طول ما هو محمل كل ما تزود عليه الاحمالة سرعة التانية ايه تقل هنا المحرك الاستنتاجي سراسي الاوجه ده عضو دائر ملفوف او في بعض الكتب بيسموه ده عضو ذو الحلقات الايه يبقى هنا يتميز بعزم بدي ايه شديد ولذلك بنستخدمه كمان في الاوناش الوينش هو بيجي بيشيل حاجة من الارض حجام كبيرة تلاقي الطلعة بتاعته ايه شديدة طب لو زود الحملة اوي تلاقيه بيمشي ببطء بيشيل الحاجة من الارض ببطء طب لو هو ما فيش حاجة بيشيل الوينش عمال يتحرك ويرفع بسرعة جدا وده العضو الدائر الملفوف للمحرك الاستنتاج تمام تمام تعالوا شوف مع بعض كده هناخد ايه تاني بالنسبة لنا هنا السؤال اللي هي الاسئلة في الامتحانات قارن بين المحرك ده العضو الدائر قف السنجاب والعضو الدائر الملفوف حد جاهز يكتب معنا دي من المقارنات المهمة جدا في المنهج تعالوا شوف مع بعض العضو الدائر الملفوف تركيبه معقد وصيانته سعبة ومكلفة ليه هتقول لي لوجود الملفات في العضو الدائر وحلقات الانزلاق القف السنجاب تركيبه بسيط وصيانة سهلة واقتصادي يعني رقيص السمن صح عبارة عن السياق لو فكت ممكن اركبه رقم اتنين العضو الدائر الملفوف يبتأ الحركة بعملية معقدة ودمن اطول مش فاهم اقول لحضرتك بص الاسنصير عشان الاسنصير عشان يطلع بياخد سانيتين ثلاثة لكن المطور الغسالة بمجرد تخط الفيشة بتاعته مطور بيشتغل ما بياخد شوقت الاسنصير اول ما بييجي يطلع بيبتدى الراجل يقفل الباب وبعدين يدوس على الزرار بتاع بتاع الادوار يبتد ياخد وقت الوقت ده انت ما تحسوش لو انت من العامة فنيا في الكارابة تاخد بالك من الزمن الزمن بتاعه ياخد حوالي ثلاثة اربع ثواني فدي بالنسبة لنا احنا او بالنسبة لتخصصنا وقت طويل ممكن ياخد نصر ايها عبار ما يبتدي يتحرك ويقوم فالذلك بنقولك يبدأ الحركة بعملية معقدة وزمن اطول لكن القفز سنجاب يبدأ الحركة بسرعة ويسر مش محتاج ان لسه بقى في مجالات من جوة زي ما هنقول في نظرية العمل تمام رقم ثلاثة من اللي عزم البدء بتاعه كبير هتقول العضو الدار ملفوف اهو عزم البدء كبير وطيار بدء منخفض بص بقى التانية هنا ايه في القفز سنجاب عزم بدء صغير وطيار بدء عالي ودي تعتبر ميزة وعيب هنا بقى جودته اقل نسبيا وصرعة متغيرة مع الحمل حد يجاوب مش حد يش هيجاوب واللي الاسنسير السرعته بتقل بزيارة مين الحمل جودة اقل ليه بناتنا ليه هتقول لي لان معامل القدرة متأخر ليه هتقول لي ان في ملفات العضو الدائر وملفات العضو الثابت اما هنا الجودة في القفز سنجاب الجودة كبيرة وصرعة تكاد تكون ثابتة لسه الين معامل قدرة في الملفوف منخفض معامل القدرة في القفز سنجاب معامل قدرة مرتفع عند القدرات المرتفعة في الملفوف احنا قلنا بيستخدم في المصاعد والاوناش اقل استخداما وامتشارا في الصناعة لكن القفز السنجاب منتشر جدا والدليل استخدامتنا في الحياة العملية وسواء كمان في الورش عندنا في المدارس يستخدم يستخدم في الأحمال ده العضو الدير الملفوف التي تحتاج لعزم بيت كبير هنا يستخدم في الأحمال التي تحتاج إلى صرعات ثابتة المقارنة بين العضو الدير القفز السنجاب والعضو الدير الملفوف أبنائنا وبناتنا في المحركات الاستنتاجية الثلاثية الأوجه من الأشياء المهمة جدا في أسئلة آخر العام دايما بيكون في مقارنة زي بربعليك الأقطاب البرزة والأقطاب الغاطسة في المولدات ده ممكن يعملها بسؤال وده يعني أحد الامتحانات قارن بين المحرك التوافقي يقدنا في بداية الحلقة والمحرك الاستنتاجي اللي احنا شغالين فيه قارن ده سمي ليه التوافق ده سمي له استنتاجي يبقى معنى ذلك ان المقارنات دي بتقرب وجهات النظر لابنائنا وبناتنا ان هم يفهموا المنهج قريب من بعض وقديه تعالوا نشوف مع بعض السؤال اللي بعد كده ما هو المجال المغناطيسي الدوار تمام تمام احنا خدنا هذا الكلام في المحرك التوافق المجال المغناطيسي الدائر او الدوار هو الناتج من مرور طيار متردد في ملفات العضو الثابت وهو مجال مغناطيسي ثابت القيمة ولكنه يغير موضعه من نقطة الى اخرى مش فهم تب نقول المجال المغناطيسي الدائر او الدوار هو مجال مغناطيسي ناتج من مرور طيار متردد في ملفات العضو الثابت وهو مجال ثابت القيمة ركز في الكلمة ومش طيار مستمر هو مجال ثابت القيمة ولكنه يغير موضعه من نقطة الى اخرى طيب لو قلنا متغير في الاتجاح هتمشي عشان نسأل على بعض يبقى مجال ثابت القيمة ولكنه متغير في الاتجاح بس هو مش في الاتجاح وفي القيمة مرة موجب ومرة ثالث تمشي طيب تكتبوها مع بعض طيب نشوف شاشتنا مطلعها ولا لا اهي مطلعها الشاشة يعني هو مجال مناطيسي ثابت القيمة ويغير موضعه من نقطة الى اخرى في اتجاح دوري واحد اللي جابها مزبوطة مزبوطة تعالوا نشوف بقى كده ركز معايا كده هتلاقي واحد اتنين تلاتة تلات موجات الفيزة الاولانية ثم الفيزة التانية ثم الفيزة التالت الفرق بين كل وجو والاخر ايواه اللي بذكرين من العام السابق مية وعشرين درجة برافض عليك ده تلات اوجو الزاوية الدائرية تلتمية وستين على التلاتة تديني مية وعشرين درجة ركز كده ثابت القيمة القيمة للتلات اوجو سابتة طبعا بتزيد عن قدرة الوجو الواحد بمية وخمسين في المية خمسين لتمانية وخمسين في المية بص كده سواء موجبة او ها سالبة القيمة ثابتة لكن مرة موجب ومرة سالبة مجال مناطيسي ثابت القيمة ولكنه يغير موضعه من نقطة الى اخرى تعالوا نشوفها بالالوان مع شاشتنا الجميلة هنا بنقول ايه الفيزة الاولانية قادي الموجة اللي هي باللون الازرق والفيزة التانية هنا بتبقى بقيمة معينة بحيث ان نحصل على القيمة هنا عند تقاطع الموجتين التانيين مع الموجة التالتة بمقدار مية وخمسين في المية لان الوجه الواحد بتبقى مية في المية لاحظ هنا كده ده الاولاني بداية التاني على زاوية كام بربع عليك يبقى هنا من بداية الاول وبداية الوجه التاني زاوية كام مية وعشرين بربع عليك بركز كده معايا بداية التاني وبداية الوجه التالت زاوية كام مية واربعين يبقى انا لو جمعتهم حيدوني هنا كام تلتمية وستين اللي هي الزاوية الدائرية للموجة الجيبية الواحدة تب ليه حضرتك بتقول لنا السؤال السؤال ده حضرتك حتتسئله فيه ان شاء الله في المعاهد وكليات لو انا عندي تلاث ملفات الفرق او تلاث او الفرق بين كل وجه واناخر زاوية كام هتقول لي تلتمية وستين على تلاتة في بعض المعاهد وكليات بيقولوا تب لو انا عندي ستة ملفات انا هاسب الملفات هتقول له الفرق كام تقول له ستين درج جات منين تلتمائة وستين على الست ملفات. الزاوية الدائرية. على عدد الملفات يطلع لق الفرق بين كل وجه والاخر كم درجة بالظهر. طيب نشوف تانية كده مع بعض. واضح الصورة. اه ده الفيزة الاولانية واد الفيزة التانية واد الفيزة التالية. اللي هي الاي والس والبي. ركز معايا كده. هتلاقي هنا الزاوية من هنا لهنا زاوية كام. ومن هنا لهنا زاوية كام. لازم ناخد بالنا من كيفية حساب الزاوية الدائرية في السلاسي الاوجه تماما. لو لاحظنا هنا جي موجة واحدة. تعالوا نشوفها مع بعض كده الموجة الاولانية. هنا من ديني خمسين في المية. طيب الموجة التالتة كام. ركز. هتلاقي عند زاوية تسعين. ادي مية في المية هنا. وادي خمسين في المية هنا. يبقى قدرة الثلاثة الاوجه مية وخمسين في المية. تزيد بمقدار من خمسين لتمانية وخمسين في المية. عن الوجه الواحد. ركز هنا تاني كده. دي هنا كام. مية في المية. انزل مع الموجتين التانيين هتلاقيها كامنة خمسين في المية. يبقى هنا مية في المية. مع خمسين في المية تديني مية وخمسين في المية. واولا تاني قدرة الثلاثة الاوجه تزيد عن قدرة الوجه الواحد بمقدار من خمسين لتمانية وخمسين في المية حسب قدرة المحرك. تعالوا بقى نشرح الكلام اللي احنا قلناه او الشرح على الموجة الجايبية. بفرض انه عندما موجة الطيار في النصف الموجة فان الطيار داخل للملف. واشارة البداية اللي هي الموجبة والنهاية سالبة. بفرض انه عند موجة الطيار في النصف السالب فان الطيار خارج من الملف واشارة البداية سالبة والنهاية موجبة. وبفرض ان البدايات للملفات اللي هي يو وبيو دابيو والنهايات اكس وواي وز على الترتيب وعنه الوجه الاول موصل بالطرف الواحد والوجه الثاني موصل بالطرف الاثنين والوجه الثالث موصل بالطرف الثلاثة الرسمة قدام حضراتكم تبين الكلام اللي احنا قلناه في الشرح ده تعالوا بقى ايه اللي بيحصل هنا على كذا مرحلة لو لاحظت هنا في الاولاني لو ده هنا القيمة بتاعتي بصفر بص هنا للملفين التانين برضو حيدو لك صفر بص هنا بالنسبة لي القيمة هنا اتغيرت على زاوية 30 درجة لاحظ ده الوجه الاولاني لاحظ الموجهتين التانين شغالين معاك ازاي التالتة شغالة ازاي على زاوية كام 60 بص هنا تحول الملفات من صفر لتلاتين الى 60 وصلت هنا لزاوية كام 90 الملفات التانية زاوية كام يبتدي بعد كده توصل لمية وعشرين لمية وخمسين لمية وتمانين ارجع تاني كده وصلت لمين للصفر زاوية مية وتمانين تعتبر صفر بص هنا بس اتجاه الطيار واتجاه المجال اتعكس ادي هنا الساوس انساوس النورس انساوس هنا كام هنا بالنسبة لفين الساهم ناحية النورس هنا الساهم ناحية النورس بس الناحية التانية يبقى هنا جيب لك شكل الموجة وتحرك الملفات والمجال حسب القضية القضية بتتغير ازاي من الشمالي للجنوبي بتلف معاك دورة كاملة كيفية احداث الحركة الميكانيكية في المحرك الاستنتاجي الثلاثي الاول السؤال بيجي ازاي اشرح كيف يتم احداث الحركة الميكانيكية لمحرك استنتاجي الثلاثي الاول طب احنا نشرحه وشاشتنا اتطلع لنا الرسمة بتاعتها بعد ما نشرح ايه اللي بيحصل هاعتباره لك كده ان دي ملفات العضو السابت اديت هنا التلات اطراب بتوعي تلات اطراب بتوعي اللي هو منبع الطيار المترد اديت الطيار هين النشأ في الملفات دي ايه مجال مناطيسي ماله رب عليك ثابت القيمة ولكنه يغير موضوعها من النقطة الى اخر سرعته بجيبها من قانون التردد الاف بتساوي البي في الان على تنين في ستين صح عبر الصغر الهوائية عبر الصغر الهوائية اطع مين ملفات العضو الدائر الساكنة لسه مضعرش ولد فيها قوة دفعة كارابية مالها مقصورة على نفسها وبعدين ولد مجال تاني مجال مناطيسي مقصورة على نفسه ده العضو الايه الداير اصبح عندي كم مجال مراب مجال ملفات العضو السابت ومجال ملفات العضو الداير نتيجة تفاعل المجالين بينشأ عزم الدوران اولها بالشرح ولا بالرسم ولا نقولها مع شاشتنا تعالوا نقولها مع شاشتنا ايه اللي بيحصل فيها عند مرور طيار بالعضو الثابت ينشأ مجال مناطيسي دائر حاولك الشكل دلوقتي وهذا المجال يقطع مواصلات العضو الداير فيستنتج بها قوة دافئة كرابية بالاستنتاج تسبب تولد مجال مناطيسي حلقي حلقي يعني مقصورة على نفسه حاول مواصلات العضو الداير يتفاعل مع المجال المناطيسي الدائر مسببا تولد مجال مناطيسي محصل مسببا حركة دوران العضو الداير فين الشكل اللي احنا بتتكلم عليه هو ده شاشتنا مع بعض كده تعالوا بقى نشرح الكلام على الرسم انا اديت هنا طيار لملفات العضو الثابت نشأ عنه مجال مناطيسي ثابت القيمة ولكنه يغير موضوع من النقطة الاخر بحسبه ازاي عن طريق قانون التردد الاف بتساوي قلبي في الان على اتنين في ستين تمام عبر الثغرة الهوائية قطع مين ملفات العضو الداير اللي هي في الرسمة به ولد فيها هو دفع كرابية حلقية اي مقصورة على نفسها تولد مجالا اخر نتيجة تفاعل المجالين خد بالك من اللي هيكسب برب عليك مجال العضو الثابت لان هو الاكبر حيكسب ويدور من اتجاه الحركة المجال او العضو الدائر في الرسمة دي يبقى انت هنا كيفية احداث الحركة الميكانيكية للمحارك الاستنتاجي الثلاث الاوجو قولها ببساطة بس لازم تكون الرسمة معك الرسمة بزهنك افتكارها كده كويس عند توصيل ملفات العضو الثابت بمنبع الطيار المترنتي ينشأ عنه مجال مناطيسي ثابت القيمة ولكنه يغير موضوع من نقطة الاخر ما بين قصين المجال الدائر المجال الدائر يعبر الثغرة الهوائية ليقطع ملفات العضو الدائر الساكنة خد بالك من كلمة الساكنة دي هقولك عليها بعد ديتين تلاتة هيولد بيها قوة دافعة كرابية مقصورة على نفسها تولد مجالا حلقيا ايضا مقصورة على نفسه نتيجة تفاعل المجالين ينشأ عزم الدوران بشارك انك ترسم له في الرسمة الف الرسمة الف اتجاه المجال من العضو الثابت الرسمة به دوران واستنتاج المجال في العضو الدائر في الرسمة جيم بترسم له دوران الحركة ازاي من العضو الثابت مع العضو الدائر نتيجة تفاعل المجالين مع بعضهم لو انا عايز اعكس الحركة وده احنا قلناه من حوالي ربع ساعة اي مطور في الدنيا حتى انا قلتها وبدحكت كده شوية اي مطور في الدنيا تلات اوجوب بتأكس الحركة ازاي كلنا حفظنا وفاهمينها في التدريبات العملية في زملائنا الافاضي الشرح يقول لك بدل طرفين واسيب الطرف التالت زي ما هو بتبدل طرفين وتسيب الطرف التالت كاربيا وفنيا صح كاحترافيا بالنسبة لكم طلب الدبلوم التركيبات الكاربيا تعملها ازاي انت هتبدل طرفين وهتسيب التالت عمليا هتكتبها ازاي ايه اللي بيحصل كراجل يا محترف هتقول عند تبديل طرفين من اطراف ملفات العضو الثابت مع المنبع كل من هما مكانا اخر وتثبيت الطرف التالت ايه اللي بيحصل حيث يتم تبديل اتجاه المجال الدائر لملفات العضو الثابت بابدل اتجاه المجال باكس اتجاه المجال وبالتالي تتعاكس الحركة في العضو الضوار تاني هقولي الاجابة اللي ممكن حضرككم تكتبوها عند عكس الحركة يتم تبديل طرفين كل من هما مكانا اخر وتثبيت الطرف الثالث لاطراف ملفات العضو الثابت مع المنبع حيث يتم عكس اتجاه المجال الدائر وبالتالي يتم عكس ايه الحركة ما يديرش اكتبها طيب نبص على شاشتنا الجميلة كده كده بها ازاي بصوا كده معايا عكس حركة المحرك لكي يتم عكس اتجاه دوران العضو الضوار فانه يستلزم عكس اتجاه المجال المغناطيس الدوار ولعمل ذلك فانه يتم عكس تتابع او تسلسل الاوجه للمحرك ازاي وذلك بتبديل اي طرفين من الاطراف الثلاثة المغذية للمحرك كل منهما مكانا اخر وتسبيت الطرف الثالث بص الرسمة كده كده اوضح قدل اولان ياهو اللي واحد اللي اتنين اللي تلاتة دوران المحرك شفت الشكل بتاقيه وعمل ازاي الساعة لو انا هنا بدلت طرفين خد بالك من اللي واحد و اللي اتنين اتبدله وتسبت معي مين اللي تلاتة يبقى انا كده عكسة اتجاه المجال الدائر وبالتالي عكسة اتجاه الحرقة طب الكلام ده ينفع مع المحرك التوافقي لا محرك التوافقي بعكس اتجاه الالة المديرة ولذلك بقولك تمالي احنا ربطنا في هذه الحلقة ما بين المحرك التوافقي المحرك الاستنتاجي عشان كده لازم تاخد بالك الفرق ما بين اللي اتنين كويس او ربطنا حتى خلينا استعمالات المحرك التوافقي ومميزاته في بداية الحلقة عشان لما نيجي نشرح المحرك الاستنتاجي تاخد بالك من الفرق في حاجات كتيرة انه المحرك التوافقي عشان تاكس حركته لازم تاكس اتجاه الالة المديرة اما المحرك الاستنتاجي بتبدل طرفين فقط وتسبت التالت هنا بتعمل ايه بتاكس اتجاه المجال الدائر الناتج في ملفات العضو الثابت من تبديل اطرافه مع الشبكة طرفين وتسبت التالت شرحناها بالكلام عشان تكتبوها ورانا ثانيا بالرسم واضحة اوي مع بعض تمام هو سؤال يعني مهم جدا وعايز حضاراتكو تفهمو كويس انا ادي الطيار لملفات العضو الثابت نشع عنه مجال صح اما انا عارف انت هتقولي المجال الدائر حاضر المجال الدائر قانونه منين القانون التردد الاف بتساوي البي في الان على اتنين في ستين يعني الان بتساوي الاف في اتنين في ستين على البي بتسمى سرعة التوافق ا تسمى سرعة التزامن تمام وتسمى ها سرعة المجال الدائر ده اين اللي هي ناتج منين في الملفات العضو الثابت عبر الثغرة الاوائية عبر الثغرة الاوائية اطع ملفات العضو الدائر الساكنة ركز بقى معايا ولد في اقوة دفع كرابية وبعدين ولد مجال وبعدين دار سؤال الحضرك ايهما اكبر سرعة المجال الدائر ام سرعة العضو الدائر رب عليكم يعني في واحد بيقول لي سرعة العضو الدائر انا عمري مش اكبر من عمر ابو من الاصل سرعة المجال الدائر صح يبقى هو سرعة اكبر تمام سرعة العضو الدائر اقل تمام الفرق بينهما يسمى الانزلاق الانزلاق هو الفرق بين سرعة المجال الدائر وسرعة العضو الدائر يوجد فقط برب عليكم في المحركات الاستنتاجية لكن المحرك التوافقي الاتنين سرعة واحدة ولذلك بنولى ثاني المحرك التوافقي او المولد التوافقي سرعة المجال الدائر لابد ان تساوي سرعة العضو الدائر اما المحرك الاستنتاجي لا يدور بسرعة التوافق لا يدور بسرعة التوافق ابنائنا وبناتنا في هذا السؤال على الانزلاق نكون قد وصلنا لحلقة نهاية حلقة اليوم يا رب نكون ألا صدناكم ربنا يوفاكم جميعا ويحمي بلدنا جميعا يا رب ان شاء الله وإلى اللقاء في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته